نظام الإيراني يشدد إجراءاته القمعية في مواجهة الاحتجاجات الشعبية الأخذة في الاتساع في عموم البلاد ضد الفساد وقمع الحريات وهدر أموال البلاد في مغامرات خارجية للتدخل في شؤون دول المنطقة ولترديد صدى نداءات أبناء وطنهم التي تطالب بالحرية وبنظام ديمقراطي اجتمع أكثر من ألف إيراني في العاصمة الأمريكية واشنطن لإعلان تأييدهم للاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا في إيران ولحجز الدعم الأمريكي للوقوف وراء الشعب الإيراني نقول للإيرانيين استمروا بالتظاهر نحن معكم وننقل أصواتكم وأقول للأمريكيين والحلفاء في الغرب أن الوقت حان لتغيير النظام ونحن مستعدون للمرحلة الانتقالية ولبناء مستقبل بلدنا ودعا الإيرانيون في المؤتمر الذي نظمه المجلس الوطني الإيراني للمقاومة إلى إسقاط الحكومة في طهران مطالبين الولايات المتحدة بمعاقبة نظام الملالي على خروقه الفادحة لحقوق الإنسان وسياسته القمعية ودعمه للميليشيات التي تتدخل في شؤون دول الجوار كما شددوا على أهمية عدم إبرامي اتفاقيات مع النظام القائم في طهران من الضروري أن نسمع أصواتنا قبل أن يتخذ قرار بشأن الاتفاق النووي ندعو الحكومة الأمريكية لدعم المعارضة والوقوف مع الشعب الإيراني في تظاهراته التي تطالب تغيير النظام وأكد عمدة النيورك السابق رودي جولياني أن بلاده تقف في صف الشعب الإيراني وتأمل في تغيير النظام وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعيد النظر في الاتفاق النووي لأن طهران هي المستفيد الوحيد من الاتفاق الاتفاقية النووية الإيرانية هي أسوأ اتفاقية أبرمت في تاريخ أمريكا والنظام الإيراني استفاد منها يجب الانتظار لنرى ما سيفعله الرئيس ترامب أما الاستمرار في الاتفاقية وجراء تعديلات عليها أو الانسحاب منها وإعادة فرض عقوبات على إيران أنا أدعم تغيير النظام في طهران فهو السبيل الوحيد للسلام في الشرق الأوسط ويعقد المجلس الوطني الإيراني للمقاومة ومجاهدي خلق خلال الأشهر المقبلة مؤتمرات مماثلة في ولايات أمريكية أخرى وفي دول أوروبية لحث دول الغرب ودفعها لاتخاذ قرارات رادعة ضد النظام الإيراني لقناة الإخبارية هند إبراهيم واشنطن